شوية ولكن الحمد لله النهاردة الصورة اتصلحت يعني أشتن جت أربع مرات أول مرة غير تاني مرة غير تاني ده جت وقعدت وهتولي طيارة هليكوبتر عشان وروح أسلم على الأخ مرسي وبتاع وقت العملية في بيتها يعني النهاردة ما يدريتش تفتح بقاها في الموضوع دوت ولكن يعني ديفنتلي إنه هم بدأوا منه هم يعني ينحازوا لينا أو ينحازوا للصورة ولكن لسه برضو مش مية في المية يوم ما ينحازوا لينا مية في المية هتلاقي الموضوع كله ليه لأن الله اسمعنا كلام حضرتك ده يا دكتور يعني ده إجابة سؤالي إنه سياسة الحكومات الغربية بتتدخل بشكل أو بآخر عندما تحذر رعاياها من القدوم أو من زيارة مصر بعيداً بقى عن الصورة الإعلامية النمطية اللي بتوصل للسائح أو للأوروبي وهو بيبقى خاف ييجي أو ما يجيش لكن لما دولته تحذره بتاني إن الموضوع بيبقى ليه يعني وقع تاني سلبي مختلف أصلي الكلام يعني معروف واحد زايد واحد يساوي اتنين سيادتك إدي تليفون لأي دولة أوروبية وشوف هيقولولك إيه سهلة جداً عندكم إنتوا يا إعلاميين أنتوا تتصلوا بإنجلترا بكرة الصبت اتصلوا بألمانيا شوف هيقولولك إيه على السواح الألمان مثلاً ده عايزين يرجعوهم مصر الألمان بالذات الإنجليز بيقولونهم بيحذرواه لا ما تروحوش طيب بالنسبة للإنجليز يا دكتور الخريطة اللي فيها الأماكن السياحية اللي حذروا القادمين منها كانت إيه يعني هم حذرون من أنهي أماكن يعني مثلاً لما هم يحذروا من سينة شمال سينة نقول ماشي نمشيها يعني ولكن ده شمال سينة وجنوب سينة وشرم الشيخ والقاهرة والمشعارف مين يعني فيه أماكن مش مفروض يعني تحذروا فيها جنوب سينة مستقرة ما جنوب سينة ده اللي احنا بنقوله جنوب سينة مستقرة لكن موجود مكتوب ما فيه داعي أنك تروحي ولذلك لما تروحي ساعدتك النهاردة شهر من الشيخ ترقيها عملت تريف يعني فيش حاجة فاضح فالقرارات دي اتغيرت أو متغيرتش يعني لو خدك ذهنياً كده بما أنك متابعة بالكلمة على السياح البريطاني على وجه الخصوص تقدر تعمل لها جراف بياني كده هل هي نزلت تلات من تلاتين ستة لحد دلوقتي هل هي مفاجئة من وجهة نظرك يعني اللي أنا بقوله أن الحكومة البريطانية بدأت تتعامل معانا معاملة أكرم من الأول وإحنا لازم برضو ندي كل ذي حق الحقة اللي قام بالواجب في هذا الموضوع الملك عبدالله ملك السعودية اتكلم معهم لما كان في الكويت اتكلم مع اللي اسمه تمين دوت وفاهم وضعه بتاع قطر واتكلم مع السيادة الرئيس المصري واتكلم مع اسمه ايه دوت بتاع أمريكا لما رحله الرياض وكلموا لتنين مع بعض كلموا رئيسة الوزارة في بريطانيا وشدوا عليه جدا على رئيس الوزراء البريطاني أن الموضوع كده مش نافع يعني أنت كل العالم موجودين عندك وخاصة الملك عبدالله قال لي تميم حجم الاتنين يتسلم الناس اللي عندك يتمشيهم من عندك أنا هرجع على نقطة دي يا دكتور بس عايزة أقفل بس قصة السياحة في سؤال واحد لما كان فيه تفجيرات قطرات لندن كان وضع لندن كمقصة سياحة ايه أنا شخصير مش فاكر بس ببنى حواليك عايش هناك لا هو اللي حصل كان في يوم واحد كان سبعة سبعة الفين وخمسة والبلد قفلت والسياحة فعلا اتضمرت بس المدة اسبوع بس اسبوع وما فيش تحذير من دول تانية نتروحوش لندن ما تعتبوش لندن ما فيش كان فيه بعض من التحذيرات من دول أوروبية ولكن التحذيرات دي ما أعدتش أكتر من ست سبعة تيام والعملية أصل السياحة في بريطانيا دي السيادتك عارفها قد ايه ده خمسة وخمسين مليون احنا السياحة بتاعتنا مليون في الشهر بيجيب لك مليار في الشهر ايه دي السياحة بتاعتنا يعني احنا عندنا وزير سياحة ووزارة سياحة وكلية سياحة لكن ما عندنا سياحة بالمنطق المعقول انت السياحة بتاعتك انت تسعين مليون ولا تمانين مليون تجريلك من بره خمسين ستين سبعين مليون هو ده السياحة زي فرنسا اللي هي أكبر دولة سياحية في العالم زي بريطانيا زي أمريكا زي مش عارف مين هي دي السياحة الجميلة الحلوة اللي بتجيب لك فلوس بالهبل علشان خاطر تعرف تعيشي وتعيشي الناس في مستوى محترم لكن السياحة بتاعتك دعني انت السياحة لما كانت تمام التمام بتجيب لك الـ 12 مليار في السنة ايه 12 مليار دول ده ما بيجي يعني مش هيجيبولك شوية بتاع ده شوية تعيش وشوية جزر مع ان وقتها كانت التفجيرات كبيرة ومدوية الحقيقة طبعا هو كان حادث ارهابي بامتياز الله طبعا والناس اللي ماتوا فيها واللي اصيبوا فيها واوي الاخت ولكن عندك حكومة بقى حكومة فهموا ان ده خربت خربت ايه ان هي السياحة هتبوس طب نعمل ايه نعمل بقى كيت وكيت وكيت يعودوا بقى مع بعض ويعملوا الاميرجنسي ميتينجز بتاعتهم غير ان احنا خالص انا مرحبنا بقى الاجتماعات الطارقة الاجتماعات الطارقة طيب نرجع للجزء السياسي في الموضوع وهرجع لكلام حضرتك والتحركات الاخيرة الخاصة بالحكومة البريطانية اذا قيادات او جامعة الاخوان المسلمين ومراجعة نشاطاتهم في بريطانيا انتوا كاتحاد في اوروبا كان موقفكم ايه اذا هذه الامور او هذه المراجعات تفاصيلها وسط الى اين احنا يعني وضعنا في هذا الموضوع معروف جد ان احنا اتفقنا في اتحاد المصري وفي اوروبا ان الجماعة دي جماعة غير مرغوب فيها وفاهمين هذا الكلام وعرفينهم وبنشوفهم وبنقبلهم وبنتكلم معاهم وبنحاول ان احنا يعني نوصل لنتيجة مع العالم دي وبنعمل نفس الكلام مع الحكومات الاوروبية وانت تعليم هذا الكلام يعني لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله ايه لان انا بحب شغلص او في المنطقة دي لانها منطقة يعني حساسة شوي الموضوع وما فيه اللي حساسة دكتور يعني فيها مشاكل كتير وبعدين احنا ناس عايشين معاهم هناك الواحد يعني عنده اولاده وعنده حياته ووى الى اخره وربنا يسترها على الجميع ما انت عارفة يعني فاللي انا عايز اقوله ان ان فيه ناس مفروض ان هم هيتنقلوا من قطر ويروحوا بريطانيا لان في بريطانيا هم عندهم ثلاث مراكز بس ثلاث مراكز في لندن هم عايزين يعملوهم ست مراكز ويطلعوا ثلاثة منهم التانين برى لندن يعني في شمال بريطانيا واللي بيساعدهم هناك الحكومة القطرية عن طريق السفارة القطرية جابين لهم اتنين من الشركات بتاعة المحاماة اللي هي مسؤولة عن الهجرة والكلام دوت علشان تسهل لهم يعني لجوء سياسي فيزت انفستور فيزا اللي هي فيزت مستسمر مستسمر بتاع في حاجات من دي كتير اوي هم عارفينها زي الناس بتوعنا اللي هم جيروا وراحوا بريطانيا العالم كلها قاعدة هناك مرياحة خالص اربعة وعشرين قرات وما عندهمش مشاكل لهم برب طيب الحديث على انه التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين في ظل الاحداث المتلاحقة من قبل الحكومة البريطانية كان في كلام مش مؤكد بنسبة 100% انه هو ممكن او هو تنفع على لسان الامين العام للتنظيم ان هما ينقلوا نشاطهم او جزء من نشاطهم الى جغاتس المساوي هذا الامر هل هو اولا حضرتك عندك اي معلومة عنه فعلا انه فيه نقلة انه حريكة الواتس بتقول انه لا هما هيوسع نشاطهم في بريطانيا اذا هم لم يتأثروا من قرارات او حتى نية الحكومة البريطانية في ان هي تدائهم او يعني تتفحص نشاطاتهم داخل المملكة السؤال له شقين الشق الاولاني هل هما هينقلوا نشاطهم لجغاتس ولا لا في نمسا ولا لا لا الجواب لا هما مش رايحين هناك دي كانت اشاعة وكان فيه ناس اطلقوها لأسباب معينة دي بياخذ يخلصنا منها هما قاعدين ومشرفين ومريحين الحكاية انه هما كانوا عايزين يعملوا التلات ساتيلايت ستانين او التلات اماكن التانية برا لندن دوت كان قبل الحكومة البريطانية ما تقرر ان هي يعني تشوف ايه النظام بتاعهم وفيه لجنة اتعاملت النهاردة برياسة السفير البريطاني اللي موجود في الرياض هو بيرقصها يعني فرئيس الوزارة في بريطانيا قال له شوف لنا الوضع ايه شوف لنا الموضوع ايه والناس دي بتشتغل ازاي واقع الاخره وانا اللي ما اعرفه والانا اسمعته منه من وزارة الخارجية ان المواضيع دي كلها هتبقى في مكتب رئيس الوزارة على يعني يئمة نهاية مايو يئمة بداية يونيا وهيبحثوا في الامر ويشوفوا الموضوع ايه مصر لماذا لم توقع من وضهة ناظرك الحكومات المتعاقبة حتى لو كانت مؤقتة لماذا لم توقع اتفاقية تسليم مجرمين مع بريطانيا بتكلم على بريطانيا على اوضع الخصوص سؤال جميل جدا الجواب ما اعرفش انا سألت هذا السؤال اكتر من مرة والجواب غريب جدا بس جارنا مش عايز اقوله ولكن انا عندي يعني مقابلة ان شاء الله مع سات وزير خارجية يوم السبت اللي جاي ده ان شاء الله وهسأله نفس السؤال تاني وعشان اعرف بتزبط ايه الموضوع لان الموضوع دوت فيه عندنا مشكلة طيب هل تسمح ودهر اسؤالي الاخير هل تسمح الحكومة البريطانية بمنح اللجوء السياسي الى يعني اي حد بيتخذ من اراضيها ملجأ له وحتى لو كان محكوم عليه في دولته في دولته بحكم قضاء قد يصل لثلاثين عام زي يوسف بوترزغالي مثلا لا انا اعدت مع الناس محكومة عليهم بالاعدام انا اعدت في بريطانيا مع الناس محكومة عليهم بالاعدام وعندهم لجوء سياسي البلد البريطاني هي حرة تعمل هي عايزاها تقاعد اللي هو عايزه وتمشي اللي عايزين يمشيه ويدوم لجوء السياسي عادي ويدوهم مثل ما يدوهم ويدوهم كمان شقة حلوة كويسة على التيمز ويدوهم فلوس وهيصوم هم حرية دي دولة عزو عظمى بيسموا نفسهم دولة عظمى ليه أنا بشكرك في النهاية الدكتور أسان عبدالسند رئيس الاتحاد المصريين في أوروبا بكل تأكيد سيكون لنا متابعات أخرى عن كل الملفات اللي احنا تحدثنا عنها شراختنا شكرا يا سيتي شكرا سريعا نتوجه إلى أوكرانيا لمتابعة هذا التقرير حول الأوضاع الأخيرة والتحركات سواء من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في المدن الشرقية أو على صعيد روسيا والتصريحات الأخيرة التي خرجت على لسان وزير خارجياتها سيرجي لاظرف لا تزال الأوضاع تتجه نحو التصعيد في أوكرانيا مما يقلل من احتمالات التوصل إلى حل سياسي للأزمة خلال الاجتماع الربعي غدا في جينيف فقد اتهم رئيس الحكومة الأوكرانية المؤقت موسكو ببناء سوري برلين الجديد داخل بلاده وذلك في أعقاب دخول نحو 20 مسلحا ملثما إلى مبنى بلدية توناستيك كبرى مدن شرق أوكرانيا ولم يمنع المسلحون موظف البلدية من الدخول أو الخروج من المبنى وهم يأكدون أن مطلبهم الوحيد هو تنظيم استفتاء شعبي حول اعتماد الفيدرالية في أوكرانيا في غضون ذلك عبرت بعض المدرعات التي ترفع العالم الروسي إضافة إلى شحنات تقل بعض المسلحين المجهول الهوية من مدينة كراماتورسك في طريقها إلى سلافينيسك آخر المدن التي سيطر عليها المسلحون الانفصاليون الموالون لروسيا وذلك في سلسلة المدن التي طلبت بإنهاء النظام المركزي داخل أوكرانيا وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف بدوره أعلن أن نموذج الدولة المركزية في أوكرانيا قد توقف عن العمل داعيا إلى الانتقال إلى لبنة الفيدرالية تلك التحركات الروسية تأتي ردا على التواجد الأمني المكثف للقوات الأوكرانية الخاصة خارج مدينة سلافينيسك هذا وقد أقامت القوات حواجز أمنية ونقاط للتفتيش على الطرق المؤدية للمدينة لكن لم يتم إصدار أي أوامر بالتدخل أما في داخل المدينة فقد تواصلت المظاهرات المناهدة للحكومة الأوكرانية المؤقتة خاصة بعد إلغائها للغة الروسية كلغة رسمية في البلاد هذا وقد منعت إذاعة البرامج التلفزيونية بها أيضا وقد رفض المتظاهرون أن يطلق عليهم لقب الانفصاليون مؤكدين دعمهم للنظام الفيدرالي داخل أوكرانيا إنهم يمنعوننا من التحدث بالروسية ولا مشاهدة التلفزيون الروسي وتوقفوا عن إذاعة الأفلام الروسية أيضا يعتقد الكثير من الناس أن المتظاهرين انفصاليون ولكننا لسنا ضد أوكرانيا نحن نريد أوكرانيا متحدة مثل ما كانت من قبل كان الرئيس الأوكراني قد أعلن إمكانية تنظيم استفتاء وطني حول نظام البلاد بتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يوم الخامس والعشرين من نايو في محاولة للخفض من حتى تتوتر المتصاعد شرق أوكرانيا مباشرة من كياف الأستاذ يحيا الخربوط للكاتب الصحفي والمحل السياسي مساء الخير يا أستاذ يحيا أستاذ يحيا ما هو المنتظر أولا من اجتماعات جينيف غدا خاصة بعد ورود إشارات من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الرغبة في العودة مرة أخرى إلى اتفاق الحادي والعشرين من فبراير فعلا من الأمر مضحك وبؤسس بنفس الوقت عن أي حدث أن نتكلم طبعا أن الطوات الروسية الطوات مسلحة الروسية والجيش الروسي أصبح عمليا في الأراضي الأوكرانية أو في المناطق الشرطية من المناطق الشرطية الأوكرانيا فبالتالي هناك خطة ممنجة ومنظمة ظهر لإحتلال شرط البلاد علما أني كنت قد ذكرت صابقا بأن روسيا لم تكتفي ليس فقط بإحتلال شرط جزيرة القرن أو المناطق الشرطية من أوكرانيا وإنما هي بحاجة لضمط أوكرانيا لها بما أن هناك أنبوب الغاز الذي يتم الغاز إلى أوروبا الغربية